ولا زال صراع الازواج والزوجات مستمر ونشوف كومنتات كل كومنت أنقح من قبله وبنقض نبص كده وبجد بيجي لزهول من بعض الكومنتات أقربها كان كومنت واحدة بتقول لنا يا جماعة دعولي علشان خاطر أنا خلاص تقريبا هنفصل عن زوجي والسبب ان زوجها كان بيتريق عليها مع حد يعني باعت لحد كده في التشات ان هو بيتريق على امراته وامراته اكتشفت التشات ده وشافت التشات وهو بيتريق عليها طبعا يعني ده يعني لا يا صح طبعا والزوجة أخدت موقف واتخنقت وكلام ده وكرروا الانفصال رغم أن عندهم أطفال طبعا يعني ده يعني أحد الكومنتات اللي بيوصل لنا وطبعا في حاجات كتير جدا جدا تابعونا في الحلقة دي علشان خاطر نناقش هذا الموضوع المهم واحد اتنين ثلاثة اصعد الله صباحكم وكل خير صباح جديد صباح سعيد صباح الامل والتفاؤل اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع اشراكة شمس يوم جديدة وصباح جديد صباح سعيد أهلا بحضراتكم على القناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخز نلاحظ كده بقالي كام يوم ان الناس نايمة في الخط نلاحظ كده بقالي كام يوم ان احنا عملين نشجع فيكم وانتو تقريبا نمتوا معرفش انتو بقى راحت عليكم نقمة ولا ايه ولا انتو بقى نايمين من يوم الخميس اللابل اللي فات وتقريبا يعني ما صحتوش لغاية دلوقتي علشان كده مع بداية الفيديو ده عايز لايكات كده يعني ايوا اعمل لايك وبعد كده تفرج على الفيديو ها عملت لايك ها استناك شوية عملت لايك تمام طبعا يعني اه موضوع الزوج والزوجة ان هما يحصل ما بينهم صدام نتيجة زيادة الوزن طبعا يعني احيانا بيكون الموضوع فيه تفاهم واحيانا الموضوع يبقى فيه صدام صغير واحيانا الموضوع يبقى فيه صدام كبير جدا بيصل ان الزوج ممكن يئزي مراته ايوا حصل حصل قدام عينيك قدام عيني ازاي فيه احد الايفنتات واحد الاعضاء كان جاي عيني رابط دراعه فيه اعمل حج قالك اني شريك حياتي مفروض ان هو شريك حياتي يعني كسار لدراعي والسبب علشان منتغاز مني ان انا خسيت طبعا انتو فاكرين ان انا بتكلم كلام في الهوى او ان انا بقول كده كلام من نماغي فيه ناس طبعا شافت الشخص ده هو بيتكلم وشافت كمان الفيديو اللي تسجل اللي بعد كده قررنا ان احنا منزعوش حرصا على حياتها طبعا يعني عشان خاطر ما يحصل لاش مشكلة او الموضوع يكبر اكتر واكتر طبعا ده احد النماظج اللي بجد يعني نموذج من الحاجات اللي هي يعني نقول ايه بقى يعني مش عارف يعني بجد يعني ملهوش وصف ملهوش وصف ان ممكن انسان يقذي انسان علشان خاطر بس ان هو قرر يتغير طبعا يعني للأسف الشديد يعني هنتكلم على اني النهاردة هنتكلم على ان الست ممكن تكون مظلومة بشكل كبير جدا في حياتها يعني بمعنى بتلاقي ان الستات اولا بيشتغلوا كتير جدا وفي منهم بيشتغلوا جوه البيت وبيشتغلوا برا البيت اللي هو بتروح موظفة تطلع من الصبح ترجع تطبخ وترب العيال وتعمل حاجات كتير جدا وفي نفس الوقت مطالب منها ان هي كمان يبقى جسمها رشيق علشان خاطر جزهة لازم ان هو يشوفها في احسن صورة طبعا هيطلع لي ناس في الكومنتات وتكتب وتقول ما هو من حق الراجل ان هو يشوف مراته كويسة من حق الراجل ان هو يشوف مراته كويسة ولكن من حقه ان هو يعملها بالحسنة مش يعملها بشيء تاني علشان كده لازم يكون فيه موضوع تفاهم ما بينهم لازم حتى الزوج لما يشوف مراته ان هي وزنها زايد ان هو ينصحها ينصحها علشان صحتها مش يجرحها ينصحها علشان خاطر ان هي طبعا شريكة حياته وان هي حاجة مهمة في حياته زي ما كده انت بتهتم بحاجات كتير حواليك مفروض ان انت تهتم بيها وتقول لها خدي بالك من صحتك علشان خاطر انت يعني مسؤولة زي زيك كده من البيت وابتدي شجعها لكن ما ينفعش ان انا التاريق عليها ما ينفعش ان انا افضل اسمعها كلام لدرجة ان هي ممكن تعمل ريجيم من قدامك وتفضل الملتزمة قدامك وتيجي بالليل اول ما حضرتك تنام او اول ما تنزل من باب الشقة تلاقيها يا عيني دخلت قعدت تاكل لغاية ما تخلص على كل الاكل اللي في البيت لان هي مش بتخس او مش هي عايزة تتغير علشان نفسها هي بتتغير علشان خاطر خايفة تسمع منك كلمتين ملهمش لازمة كلمتين يجرحوها كلمتين بجد يعني بيكونوا مؤذين قوي الكلام ده ممكن يوصلها ان هي ممكن تلجأ لاي حل تاني ان شاء الله حتى تروح تقطع حتة من معدتها علشان خاطر تتغير في سبيل ان هي ما تسمعش كلمة منك وحشة اللي الموضوع بيتطور بعد كده اللي هو يعني مش عايزة تخس علشان خاطر تبقى حلوة في عينك ولكن هي عايزة تخس علشان خاطر تبطل تسمع كلامي ازيها لان هي مجبرة ان هي تقعد في البيت اللي بعد كده الموضوع ممكن يتطور معاها ان هي ممكن بقى خلاص يعني تبيع القضية خالص عشان كده نصحتي لكل زوج خليك رفيق بزوجتك اسمع يعني يعني سمعها الكلام الكويس ولما تيجي تنصحها انصحها بالحسنة ما ينفعش ان احنا نضغط عليهم ما ينفعش ان احنا نسمعهم كلام كبير وطبعا لازم نحط في الحسبان ان الناس دي بتمر بالطرابات هرمونية كتيرة جدا مع بداية الزواج بتلاقيهم يعني حمل وارضاعة وتلاقي ادوية وي وي وحاجات كتير جدا جدا وطبعا ده بجانب العادات الغذائية السيئة في مجتمعنا ان الام بتروح تزغط بنتها علشان خاطر اللي ببطناها وشوية تزغطها علشان خاطر اللي مش عارف ايه بعد الولادة وكصة كبيرة كده فنحاول ان احنا نستحملهم شوية ونحاول ان احنا نقف معاهم ما ينفعش ان احنا نضغط عليهم اكتر من كده وطبعا الزوج مفروض ان هو برضو نفس الكلام ان هي ان هو يسمع نصيحة زوجته لما تنصحه ان هو يتغير لان فيه ازواج كتير جدا تحب تتكلم كتير لكن ما تقبلش النصيحة يعني اول ما الزوجة تقوله طب ماشي يعني انا عايزك برضو كده تحاول تحافظ على نفسك عشان انت وزنك زاد قوي يعني احنا خايفين عليك انت رب الاسرة انت مش عارف ايه ياخد الكلام وكأنه هي بتشتمه ويبتدي ان هو يرد ردود افعال غريبة جدا ممكن الموضوع يوصل للخناء علشان كده نصيحتي برضو لكل زوج ان هو يسمع الزوجة ان هي خايفة عليه وخايفة على صحته خايفة عليك علشان خاطر انت لو قعت البيت برضو كله هيقع لانك انت يعني في رقبتهم كان اول امبارح جالي مكالمة تليفونية من احد الناس الاصدقاء ليه يعني وكان بيقول لي يا مش مهندس عايزك تنصح واحد زميلي وزنه تخطى المية خمسة وسبعين كيلو فبكلمه بقول له حضرتك تعرفني كويس ولا عرفك بنفسي قال لي انا عرفك كويس وامتابعك والكلام ده بس انا مش فاضي انا مش فاضي انا يا دوبك في شغلي وما عنديش وقت ان انا انظم اكلي قلت له حضرتك انت مش فاضي علشان صحتك حضرتك مش فاضي علشان صحتك ده صحتك ده نفسك قلت له حضرتك دلوقتي الشغل اللي انت شغال فيه لو حضرتك وقعت وما روحتش الشغل هيقف الدنيا هتقف قال لي لا والله ده هيروح تاني يوم يجيب واحد غيري قلت له بس حضرتك دلوقتي لازم تهتم بصحتك لانك بتيجي على صحتك دلوقتي وشوية هتلاقي نفسك وقعت وشوية مش قادر خالص وبعد كده هيروحوا ركنينك على جنب ويجيبوا غيرك وانت حتى لو موت الدنيا مش هتوقف عليك هتلاقي هم بيكملوا يبقى انا نصحتي لكل واحد اللي هو يعني شايف نفسه ان هو يعني فاحت نفسه في الشغل قوي خلاص لا ركز مع نفسك الاول وركز مع صحتك الاول وبعد كده هتلاقي نفسك ان انت بتشتغل احسن من الاول ودخل بيتك افضل من الاول لانك وفرت اكل كتير كنت بتاكله وفرت فلوس كتير كنت هتدفعها عند الطبيب وفرت فلوس كتير جدا بدل ما كنت بتركب تاكسي وبتصرف فلوس قد كده او بتركب عربيتك وبتصرف فلوس قد كده وبتستهلك وقت في الزحمة وانت رايح وانت جاي هتلاقي نفسك ان انت بقيت خفيف الحركة بتعمل حاجات كتير جدا في وقت صغير جدا وتلاقي بقى عندك وقت كتير وعندك فلوس كتير وعندك صحة وسبحان الله هتلاقي نفسك حياتك تبدلت 180 درجة علشان كده نصحت الكل واحد والكل بيت حاول تحافظ على نفسك حاول تحافظ على بيتك وعلى أسرتك حاول ان انت تتعامل مع أسرتك بالحسنة ماينفعش ان احنا نجرح الناس اللي حوالينا سواء الزوجة تجرح زوجها او سواء الزوج يجرح زوجته او ان انتوا تجرحوا ابنكم او تخلوا حد يجرح أولادكم ماينفعش ان انتوا كده يعني تبقوا أسرة واحدة وتلاقي نفسكوا ان انتوا عمليين تضربوا ببعض ماينفعش ماينفعش ده انتوا مفروض ان انتوا تخافوا على بعض وتحافظوا على بعض علشان كده النهاردة عايزين نغير من فكرنا عايزين نغير من اسلوبنا في التعامل مع بعضنا وزي ما تعلمنا كده ان احنا بننصح بننصح مش بنجرح بننصح ومعانا الحلول ماينفعش ان انت تروح لواحد وتقول له انت تخنت او ليه كده لا لا عم يشوف حد قدام الناس ماينفعش ماينفعش عندك حل روح قل له في ودانه بالراحة كده قل له والله بص انا كنت مليان زيك على فكرة والحمد لله خسيت شوية وفي مثلا تقدر تمشي على نظام صحي هنا او هنا مش شرط تقوله الصفحة يعني نظام صحي هنا او هنا او اي حاجة حاول تنصحه بالحسنة يعني حافظ على نفسك شوية او حافظ على صحتك ممكن هيتاخل منك شوية ممكن هيزعل منك شوية لكن بعد كده هيفكر في الموضوع لكن ماينفعش ان انت كده قدام الناس يعني انت تدخنت كده ايه قاعد يخربت كرشك ده ايه ده عامل كده والكلام ده ده بص هو حتى لو ابتسم في وشك هتلاقيه بعد كده زعل ولا تلاقي واحدة هتقول لها ايه ده انت ده انا معرفتك ايش والله ده انا فكرتك طنت والله انت تدخنت او اتغيرت جدا وتلاقي عيني صوتها قدام الناس كلها والناس مثلا اللي كان بيأكل وقف اكل واللي كان ماشي في الشارع وقف ومش عارف ايه والسمع كل اللي انت قلتيه ماينفعش الكلام ده ماينفعش ان احنا نجرح في بعض وفي نفس الوقت ماينفعش ان احنا نتدلع تعالى بقى كده ايه كمعشر قلبزين بيتكلموا مع بعض يعني كزوجة كده ماينفعش ان احنا نتدلع ماينفعش الراجل يقعد عمال يقول لك يعني غيري من نفسك حبيبتي عشان نفسك والكلام ده ماينفعش نقعد نقول كده وبعد كده نلاقي ان انت عملت اكلي برضو وتقول له ماعليش بقى السنة الاكل حياله والكلام ده لا حاولي بقى يعني ايه طالما هو كده يعني انسان كده يعني محترم وبياخد ودي معاك في الكلام وبيحاول ينصحك ويقول لك انا بحبك وصحتك اهم ومش عارف ايه والكلام ده ماينفعش بقى نروح جايبين كده البرطمان بتاع النوتيلا ونقعد ناكل فيه ماينفعش يعني ماينفعش كده يخش عليك المطبخ لكن من الحويسة كده ويشتك كل شوكولاتة ماينفعش فشلت مرة مش مشكلة كلنا كنا بنفشل انا اول والله العظيم اول مرة عملت رجيم قلت انزل اتماشي ها قلت انزل اتماشي مش هد مسافة طويلة قلت هتماشي وقداية فاضية كده جيبتلي شوية لب على سندويتش وانا ماشي ماينفعش همشي فاضي ماينفعش همشي فاضي بعد كده اكتشفت الموضوع ده غلط فاللوة لازم يا جماعة ان احنا يعني يعني نحامل بعض كده بالحسنة ونخلي نفسنا كده حلوين مع بعض تمام بس هو ده كل الموضوع ها فوقت معنا ولا ما فوقتش الرسالة فوقتك ولا ايه تشجع كده وكمل ان شاء الله ربنا يصر لك الحال وبجد هتنعم بصحة وسعادة وتدعو لنا والله من قلبكم اسعد الله صباحكم بكل خير صباح جديد صباح صعيد صباح الامل والتفاؤل ما تنساش لو عجبك محتوى الفيديو تعمل لايك وشير وتتكب لنا كومنت اضغط ديس لايك اطلع من القناة خالص يا عم ده عالم رغاية عم الحاج وما تنساش تفرج على الفيديوهات اللي فاتت من هنا ومن هنا وتدعمنا دايما بالسابسكرايب او تدوس على الكورة اللي بتطلع لك دي علشان خاطر تعمل سابسكرايب وتشتريك في القناة اسعد الله وقاتكم استودعكم الله الذي لا تضيع وضيعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته